بطولة دي تحديداً كانت بطولة دوري دا كان يعني احنا كنا بنعمل خنائات هنا وانتو كنت تعملو خنائات في الملعب وده يعني كانت المنظومة كلها افتكروا في جالسة مع كابت الخطيب يعني اه ان اه اهم حاجة ان احنا اهم حاجة ان احنا نفكر ان احنا نكسب اهم حاجة ان احنا كمجلس او احنا كنادي الاهلي جمهور الاهلي عندنا سجرة كبيرة انتوا هتأخذه بطولة دي فبالنسبة لي كانت حاجة يعني برضو صعبة جدا نحن كنا بوقت جدا فكل ما بتاخد مطشة وكل ما بتقرب انت بتحس فعلا الكلام كابت الخطيب ده يعني يعني فعلا الراجل يعني شايف ابعد ما احنا شايفين اللعبة نفس القصة كانت بتوعد نتكلم وانا ما قلت نتكلم مع بعض كبير كتير جدا لان لسه بدري حنسه عندنا امل احنا لا لا ان شاء الله احنا نكسب وان شاء الله هنعمل ضغط على الفرقة المنافسة بالنسبة لنا وان شاء الله هناخد الدورة هو ده اللي حصل يعني فرحة الدور ده لكل جمهورنا دي الايلي اعتقد كانت فرحة كبيرة جدا يعني احنا بقى اننا بناخد اربعين سنة بناخد دوري صح لكن حلاوة الدور ده كان بصعوبته بالتحديات اللي كانت فيه بالحاجات الصعوبات اللي احنا قابلناها يعني فاعتقد ان بغض النظرة يعني كان لأ عمل دور كويس مستر لصارتي في الفترة دي يعني السنسبة حب تعرف يا كابتن سامي الكويس مستر لصارتي